قولي ليه بشكل مبدأي كده أنت كنت عايشة برة وبعدين رجعتي على فيلم قصير فيلم صاحبتي فيلم اللي عمل شوية بروباجندا لأنه كان فيه قبلة في بوسا عيو ولما روحتي قعدتي مع المخرجة بتاعت هذا الفيلم مكادش عارفة أني أنت تبقى خالتك المبدعة إلهام شاهين كلميني شوية عن فكرة أني كنت مصممة أني محدش يعرف قربتك بالأسوزة إلهام وفكرة أنه بسم الله الرحمن الرحيم كده فيلم قصير فيه قبلة إيه؟ بالصراحة أنا ما كانش عندي مشكلة أن حد يعرف أني أنا قريبة إلهام بالعكس دي حاجة أنا أتباه بيها يعني في الآخر هي فنانة عظيمة وقبل ما تبقى فنانة هي حبيبة قلبي أمي تانية طبعا قلبي قلبي الدنيا أيها جدا وأنا كنت عايشة برة فعلا أنا أبويا لبناني وكنت عايشة في دبي وجيت على هنا ساعة كورونا صدفة وصدفة كذا حاجة جات وراء بعض تمثيل كلهم ما كانوش يعرفوا أن أنا أقرب لإلهام حلو فحسيت أن لأ ربنا بيقول لي يلا تفضلي معنا في المجال